السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام أسعد الله صباحاتكم كلها وأرحب بكم في هذه القضية التي أريد ربما أن أنقلكم من الأجواء التي كنتم فيها إلى أجواء أخرى أجواء فكرية وكما قلت لحضراتكم بأن أيام السبت هي أيام أعلم بأن نسبة الاستماع فيها من قبل المعلمين ومن قبل الطلاب ومن قبل المهتمين بالشرائح شريحة العلم يعني بالعلم هي تكون أكبر من أجل ذلك فإنني أحب أن أطرح قضية في غاية الخطورة نعم في غاية الخطورة وهي قضية حرية التفكير وكم يسمح لي بأن أحرر فكري وكم يسمح لعقلي أن يشتغل وكم هناك يعني كم تسمح الأجواء العلمية والأجواء الفكرية للعقول أن تشتغل هذا سؤال في غاية الأهمية النبي صلى الله عليه وسلم أحي إليه بالقرآن الكريم والقرآن الكريم فيه أن الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما معنى الربانيين؟ الله سبحانه وتعالى يطلب مننا أن نكون ربانيين بما كنا نعلم الكتاب وبما كنا ندرس إذن آلية العلم وآلية التعليم والآلية والأجواء التي تسيطر على عملية العلم والتعليم والدراسة والتدريس هي الأجواء الربانية ما معنى الربانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل مارس هذه الربانية؟ طيب العلماء الذين هم ورثة الأنبياء كيف يمكن أن يمارسوا هذه الربانية؟ الربانية عندما نفكر فيها وعندما نفكر فيها كمصطلح داخل في العملية التعليمية نستشعر ونعرف بأن هناك تربية مختلطة بالعلم تربية تختلط بالعلم كيف ذلك؟ أي نعلم الناس إذا كنا معلمين نعلم الناس صغير العلم قبل كبيره ونعلم الناس بطريقة فيها بناء وفيها تربية وفيها تراكمية وفيها مراعاة لكلية هذا المتعلم طيب إذا هي طريقة ربانية؟ يعني هي طريقة مارسها الرب أليس المربي الرب الأعظم هو الله سبحانه وتعالى؟ أليس كل من هو من المخلوقين هو أيضا مرب ورب ولكن بطريقة جزئية؟ قلنا عن هذا في حلقة سابقة وقلنا بأن رب العمل رب ورب الأسرة رب ورب العائلة رب وربة الأم ربة الأسرة هي أيضا تمارس الربوبية إذن كيف تختلط الربوبية بالعلم وبالتدريس؟ الله سبحانه وتعالى كيف كان ربا معلما؟ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عندما قال لله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقبل ذلك بآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إذن هناك أسئلة تدل على حرية التفكير هناك أسئلة تدل على اشتغال العقل كيف تقابل بشكل رباني؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه كيف يكون ربانيا في التعليم وفي التدريس عندما جاءه الصحابة وقال له يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم على نفوسنا أن نقوله عظيم بشع شيء لا يقال لا يمكن أن يتحدث به فقال لهم صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه لم ينكر عليهم لم يقل لهم استغفروا الله استغفروا الله وقد وجدتموه لقد جاء في أفكارهم وفي أذهانهم مع حرية التفكير ومع دوام التفكر جاء في أذهانهم أفكار لا تنبغي فقال لهم صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه فقالوا له نعم فقال لهم عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان أو ذلك محض الإيمان أيها المربون أيها العلماء يا من تقفون وتجلسون في مكان تسألون فيه وفي مكان يلتجأ إليكم فيه وفي مكان يؤوى إليكم من أجل أن يهتدأ هذه العقول ومن أجل أن تطمئن هذه القلوب أرجوكم كونوا ربانيين كما طلب الله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين ولا تقمعوا الناس ولا ترهبوهم بل علموهم بأن حرية التفكير لا بد أن ينجم عنها بعض الشكوك وبعض الأسئلة ولكن هذه دائما لها علاج وربما سوف نتكلم أكثر عن هذا الموضوع في حلقات أخرى ولكن لابد أن نرسي المبدأ وهو أن حرية التفكير هي أصل من أصول هذا الدين صباح الخير